النهاردة الزمالك والاتحاد تعدلها سلبية وحالة مشاول غضب استزعل من جمعين نادي الزمالك أنه الأداء مازال فيه تعصرات ومازالت النتائج سلبية بتكلم في ثلاث مؤلاءات المفورة تجمع فيهم تسع نقاط بتاخد نقطتين فالوضع بالنسبة لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة فيه بعض الخلل يبدو في الأمور الفنية في المال أكيد نادي الزمالك فشل النهاردة في حصدة ثلاث نقاط ده بسبب حاجتين مهمين جدا وهو ما دول هنتكلم عليهم وهو عند وكبر وغرور فريرة طبعا في طريقة اللعب في طريقة اللعب هو مصمم الكريم خليت تختلف معاكم الأول يعني الراجل اللي مكسر الدنيا رايح جاي السنة اللي فاتت أصبح بعد الوقت أنا هاجيلك في الكلام دي الحالة رقم واحد عند فريرة في شكل كبير جدا في طريقة اللعب والتصميم والإصرار على طريقة أربعة تلات تلاتة رغم أنها مش ماشية معاه والحالة التانية للسوق الأداء الكبير قوي من لعيبة الزمالك أبرز لعبين الزمالك اللي شالين الزمالك من السنة الفات والسنة دي هم مزيزوا وإمام عشور والإتنين النهاردة كانوا في أسوأ مستواتهم ليه أرجع أقولك يا كريم ليه مشكلة فريرة أو فريرة فشل النهاردة ليه أو ليه فريرة عنده مشكلة فريرة ريعب طريقة اربعة تلات تلاتة لو أغيرها من تلاتة اربعة تلاتة أو تلاتة خمسة اتنين بلعب بها بقاله سبع مباراة. كسب تلاتة وتعادل تلاتة وخسر مباراة. فآه فينا أنا عندي فيه مشكلة. ليه كنا بنقول على فريرا بروف وطبعا هو فوق التقييم مش احنا لنا هننكلم عنه طبعا يعني. ولكن بيخطئ. أخطأ في ايه فريرا السنة اللي فاتت كان فريرا معروف عنه انه هو برغم الامكانيات اللي كانت محدودة في نادي الزمالك مفيش قيده والكلام ده كله. كانت الميزة بتاعته اللي مش موجودة عند ناس كتير انه هو قدر بالتوليفة اللي معاه انه هو يقدر يوصل لأفضل شكل لنادي الزمالك. فغير طريقة اللعب رغم انه ما كان موجود في 2015 كان بيلاعب 4-3-3 او بيلاعب 4-2-3-1 غيرها طريقة التلاتة وراء بحيث انه هو يقدر يستفيد من الامكانات اللي عنده ويقدر انه هو يوصل لأفضل حاجة برغم العدد نقص العدد الكبير كان عنده السنة الفات.